بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن عشر في شرح متن النبذة في الفقه الشافعي للعلامة عبد الرحمن المشهور المتوفى سنة 1320 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه ومؤلفاته في الدنيا والآخرة اللهم آمين وانتهى بنا الكلام إلى أبعاظ الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى أبعاظ الصلاة وقد تقدم فيما سبق ما المراد بأبعاظ الصلاة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن أبعاظ الصلاة سبعة فقال وأبعاظها سبعة الأول التشهد الأول ويطلب فيه ما يجب في الأخير أي من حيث الصيغة لكن التشهد الأول حكمه أنه سنة مؤكدة وتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به وكما أن التشهد الأخير له صيغة هي أقل ما تجزئ فيه كذلك نفس الصيغة هي المطلوبة في التشهد الأول والثاني من الأبعاظ القعود أي للتشهد الأول والثالث من الأبعاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأول أما الصلاة على الآل في التشهد الأول فلا تسن الرابع من الأبعاظ القنوط في اعتدال ثانية الصبح أي في اعتدال الركعة الثانية من الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان وهذا بناء على المعتمد في المذهب أن القنوط إنما هو سنة مؤكدة في الويتر في النصف الأخير من رمضان وليس في جميع السنة والقنوط لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص وتحصل سنة القنوط بكل ما تضمن دعاء أو ثناء سواء كان مما ورد أو مما لم يرد لكن الأفضل القنوط بما ورد في الحديث المشهور اللهم هديني في من هديت إلى آخر الحديث والخامس من أبعاظ الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في القنوط وأيضا القيام لها أي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أي في القنوط والقيام له أي للسلام فكل هذه أبعاظ والسادس من الأبعاظ كما ذكر المصنف الصلاة على الآل ولذلك قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أي والصلاة على آله صلى الله عليه وسلم بعده أي بعد القنوط ويحتمل أن المراد بعده أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على الآن وأيضا من الأبعاض القيام للصلاة على الآن وكذلك الصلاة على الصحب رضوان الله عليهم من الأبعاض والقيام للصلاة على الصحب والسلام على الآل والسلام على الصحب أيضا من الأبعاض والقيام لذلك والسابع من الأبعاظ مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على الآل في التشهد الأخير وبالجملة فأبعاظ الصلاة عشرون ذكرها الباجور رحمه الله تعالى في حاشية فتح القريب المجيب إلا أن المصنف رحمه الله تعالى هنا اقتصر منها على سبعة فقط ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول سنن الصلاة وسنن الصلاة كثيرة أو صلاة بعض العلماء إلى ما يزيد على خمسمائة سنة ومراده بسنن الصلاة الهيئات وهي السنن التي لا يكبر تركها بسجود السهو لعدم ورود جبرها به فلو سجد المصلي لتركها عامداً عالماً بطلت صلاته ولذلك نقول إن المراد بالهيئات السنن غير المؤكدة أي التي لا يكبر تركها بسجود السهو قال المصنف رحمه الله تعالى وهي عدى ذلك وهي ما عدى ذلك أي أن الهيئات التي هي السنن الصلاة ما عدى الشروط والأركان والأبعاظ فما لم يكن من الشروط وما لم يكن من الأركان وما لم يكن من الأبعاظ فإنه من سنن الصلاة قال فالشرط والركن لا يكبره شيء وتبطل الصلاة بتركه أي بتركه عمداً أما لو ترك الركن سهواً فإننا ننظر فإن كان المتروك أهو النية أو تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وإن كان المتروك غيرهما نظرنا فإن تذكره قبل السلام فله حالتان والحالة الأولى أن يتذكره قبل أن يصل إلى مثله فإنه يعود للمتروك ليأتي به والحالة الثانية أن يتذكره بعد أن وصل إلى مثله في الركعة التالية فيلغو ما بينهما ويكمل صلاته هذا إذا تذكر المتروك قبل السلام أما إذا تذكر المتروك بعد السلام فله حالتان أيضاً الأولى أن يتذكره والزمن قريب عرفاء فيأتي بما فاته ويكمل صلاته والحالة الثانية أن يتذكره والزمان بعيد عرفاء فحينئذ يعيد صلاته فالحاصل أن الأحوال أربعة ولو شك المصلي بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام فإن ذلك الشك لا يؤثر على صحة الصلاة وإن كان شك فيهما أي في النية وتكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه إعادة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى والبعض يكبره سجود السهو أي البعض إذا ترك سهواً أو ترك عمداً فإنه يكبره سجود السهو وسجود السهو سنة وله أسباب منها ترك بعض من أبعاظ الصلاة عمداً أو سهواً وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله والبعض يكبره سجود السهو ومن أسبابه أي من أسباب سجود السهو أن يفعل سهواً ما عمده يبطل الصلاة كمن تكلم ناسياً بكلام يسير عرفاً وكمن زاد رقناً فعلياً سهواً أما الذي لا يبطل عمده ولا سهوه الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فإنه لا يسجد للسهو لأجله ومن أسباب سجود السهو أيضاً نقل ركن قولي أو نحوه كما لو نقذ الفاتحة أو التشهد الأخير عن محلهما بأن يقرأ الفاتحة مثلاً في السجود أو يقرأ التشهد الأخير في القيام أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وكذلك القنوط أو السورة التي بعد الفاتحة إذا نقلهما عن محلهما فهذان أي القنوط والسورة التي بعد الفاتحة وإن لم يكونا ركنين إلا أنهما ألحقا بالفاتحة لشبههما بها ومثلهما التسبيح الخاص ولذلك قال الفقهاء كابن حقر رحمه الله أن المصلي لو قال سبحان رب العظيم في السجود بقصد أنه ذكر الركوع أو العكس سجد للسهو نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين